أصغر عامل في النادي كل واحد له دوره رئيس النادي الأهلي سيستم له أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا لا دعنا كده عايزين كرشي هنا بقى آه طبعا أستاذ محمد كامل الحياة بيقود فريق عمل لشركة السادات بمجهود رائع جدا جدا عشان يتحول حلم الأهلي إلى واقع وحقيقة ابتداء من السبت في جنوب الصعيد ألف ألف مبروك بارك لكم يعني أنتم نوارين الصعيد الناس مبسوطة جدا جدا من فكرة تواجد النادي الأهلي هنا شد حيلة أنا عايز بس أوله أنا دخل عشان أقول حاجة واحدة آه من الآخر الإدارة بتاعت النادي الأهلي كابت الخطيب عشان جمهور النادي الأهلي بيخش عن عندي على تويتر وعلى فيسببه امتى كذا وامتى كذا وامتى كذا فييجي امتى لا امتى كل الموائد الموائد دي كلها عند كابت الخطيب هو الوحيد اللي عرف كل موائد كل حاجة بس يجي يقول لك ايه ما تقولش ده كل حاجة ليه وقتها كل حاجة يعني دي داي بتاع الافتتاح لسه صدقني هو ده النادي الأهلي يعني هو ده النادي الأهلي كل حاجة في وقتها وكل حاجة ليه دورها إنما على وشك يعني خلال الأسبوعين ماشي فكل حاجة بوقتها كل حاجة ليه معادها وعايز أقول حاجة تانية يعني أنه كنت الخطيب أصر أنه أول مشاريع الوحدة الصلاة احنا عندنا ست مشاريع أول مشروع يبدأ النادي في الصيد النادي في الصيد طبعا كابتن فيه موضوع تاني نقدر ننع لا النادي الأول هو اللي نعلم فيعني والله من تجوالنا النهار ده كان قرار صائق كان قرار صائق طبعا جدا وإحنا بجد الواحد فعلا حاسس أنه بين أهله وبين ناس وإحنا فرحة الناس في الشارع عديدة صحية صحية نحن من تسعة الصبح مع الصباح يعني يمكن هو ده صد